طريقة فعالة جدا في تحقيق الأرباح اشتغل وحقق 50 دولار في خلال دقايق والربح متغير على حسب وقت شغلك ممكن يوصل ل600 دولار أو حتى 1000 دولار بنفس الطريقة والخطوات وطبعا ده رقم كبير بالنسبة للشغل ده لكن برضو مش بالسهولة والإتاحة دي وإلا كنا سيبنا أي شغل بيتعمل أونلاين وركزنا على الشغل ده بس كل ده هتفهمه في الحلقة الأرباح مش مجرد سنتات لكن فعلا هيبقى فيه دخل كبير يغير حياتك إن شاء الله ويفرق معاك كتير بس مقابل أن أنت هتتعب وفعلا هتعمل مجرود في شوية خطوات هتعملها ومش كتير هيتكلم عنها أو مش هيقول لك كل المعلومات اللي أنت محتاجها علشان تعمل الشغل ده الطريقة محتاجة منك أنك فعلا تتعب وبالتالي هتلاقي النتيجة خلال الفيديو هشرح لك الاستراتيجية بالكامل وهتشوف كل حاجة خطرة بخطرة بالتفصيل ومثال عملي على الشغل وإزاي هيتعمل عشان تبقى شفت كل حاجة وتقدر أن أنت تطبق زيها بدون ما تقابل أي مشاكل في حسابك على الموقع الطريقة مجنية 100% مش محتاج فيها أي خبرة أو مهارات أو استثمار أو أي دفع فلوس علشان تبدأ الشغل ده المحاولة والتجربة على الموقع فعلا مش هتكلفك أي حاجة ويمكن تفرق معاك الموضوع كله هاش هياخد منك أكتر من ربع ساعة علشان بس تفهم الموضوع كله بيتعمل إزاي أي موقع وأدوات هنشرحها في الحلقة اللينكات بتاعتها هتبقى موجودة في الحلقة نفسها وما فيش أي لينكات هتبقى موجودة في الوصف أي موقع مش هيقبل التسجيل معاك أو هتلاقي التسجيل مدفوع يبقى الموقع ده غير مدعوم في بلدك وبالتالي هتحتاج VPN علشان تقدر تسجل وتشتغل وفي حلقة مفصلة عن تسجيل البيانات من خلال استخدام الVPN أهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة ونكمل بعد الفصل هتبدأ تحقق أرباح من أول خمسين دولار من خلال الموقع اللي قدامك ده موقع تست ده واحد من الموقع المشهورة والمعروفة اللي هتقدر تشتغل من خلاله كمبتدئ وما فيش أي خبرة عندك في الشغل أونلاين وهتلاقي اسم الموقع موجود قدامك بالكامل test.io الشغل الأساسي المتوفر على الموقع هو المراجعة طب مراجعة ايه بالزبط؟ هتراجع تطبيقات ومواقع وطبعا المراجعة دي مش ببلاش وبرضو في المقابل قصد منها تعب وفيها شروط معينة وكل ده هتعرفه في الحلقة وهو ده بالتحديد اللي هتحقق منه دخل على الموقع الطريقة سهلة هتاخد منها أرباح على حسابك في بنك بيبال ومش هتدفع أي حاجة عشان تبدأ الشغل ده هنا الموقع بيوضح أنه بيدم أكتر من 400 ألف عضو من أكتر من 180 دولة الموقع بيوفر تطبيقات جديدة وقبل ما تنزل التطبيقات دي على أي منصة خاصة بالتطبيقات بتبقى موجودة في الموقع وطبعا الهدف من نزولها في الموقع هنا هو المراجعة والاختبار قبل النشر وطبعا عشان كده أنت بتاخد فلوس لما تجرب التطبيق وتكتب عن عيوبه أو المشاكل اللي قبلتك من خلال استخدامه وكذلك برضو المواقع بعد التصفح بتكتب إيه المشاكل اللي قبلتك طب أنت هتقول أنا إزاي هعرف أعمل الكلام ده وأنا ما عنديش أي خبرة خالص هقول لك استهنى معايا هتعرف على مدار الحلقة هتتعلم ده فين وإزاي علشان تقدر أنت تنفزه وتاخد 50 دولار في كل مرة نروح لخطوة التسجيل من الصفحة الرئيسية اضغط على become a tester وهتقدر تشتغل من البيت أو من أي مكان وبتقدر تعرف من الصفحة دي شوية معلومات مهمة عن الموقع وعن طريقة شغلك من خلاله الموقع بيوضح أن حجم الشغل اليومي اللي هيجي لك أو الاختبارات بمعنى أصح هيبقى على حسب الأجهزة اللي أنت بتستخدمها واللغة اللي أنت هتقدر تتعامل بها مع التطبيقات خد بالك أن كل ده هيفرق معاك فعدد الاختبارات اليومية اللي هتبقى متاحة قدامك أن أنت تعملها وتقدر أن أنت تاخدها كشغل وكمان بمجرد ما يتوفر قدامك اختبار تقدر أنك تقبل أو ترفض يعني ده هيبقى راجع لك أنت وكمان مش عايز منه غير إيميل بانك بيبال عشان يدفع لك من خلاله ولو بلدك هتدعم التحويل البانك يبقى يفضل رقم الحساب والآيبان بتاعه من الصفحة دي اضغط على become a tester هتروح على الصفحة دي وهتدخل شوية بيانات بسيطة خالص الاسم الأول والأخير والإيميل وحط علامة هنا واضغط على sign up أول حاجة هتقابلك لما تفتح حسابك شوية أسئلة عنك وعن اهتماماتك والأجهزة اللي انت بتستخدمها وكل الحاجات دي وقلت الحاجات دي هتعملها بعناية علشان خاطر هي على أساسها بيتحدد عدد الاختبارات اليومي اللي هيتوفر لك بعد كده بعدها هتلاقي قدامك الصفحة دي وهتلاقي فيها كورس مدته ساعتين خد بالك كنا من شوية بنقول أنا مش هعف أطلع اليوب اللي في المواقع والتطبيقات لاني ما عنديش خبرة هنا الرد بتاعها هتلاقي كورس مدته ساعتين عن كيفية اكتشاف الأخطاء الموجودة في المواقع والتطبيقات وازاي لما تكتشف خطأ تقدر ان انت تبعثه على الموقع علشان تتحاسب عليه وبعد ما تخلص الكورس ده هيكون قدامك كويز زي اللي قدامك ده وهتجوب الأسئلة اللي فيه حضرت الكورس وتقدر انك تكتشف الأخطاء الموجودة وهتعرف تبعثها على الموقع لانه طبعا زي ما قلنا في الأول مش هيديك فلوس مقابل ولا حاجة يعني انت هتتعب وهتعمل مجهود علشان خاطر تاخد الفلوس دي ومش تاخد فلوس على الفادي ده اللي بنأكد عليه المفروض انك تتابع الكورس ده بتركيز لان ده من خلاله انت فعلا هتقدر تستلم شغل والموضوع مش صعب ومش محتاج منك خبرة لانه هو فعليا من خلال الكورس هيوريه خطوات سابتة هتعملها في حالة اكتشاف الخطأ وازاي اصلا توصل للاخطاء اللي موجودة في المواقع والتطبيقات وانت بتختبر اي موقع او تطبيق وكل ده غير كمان الفيديوهات التعليمية اللي بيوفرها الموقع للمستخدمين عشان يعرفوا يطبقوا كل الخطوات بشكل مزبوط وكمان ازاي تكمل بيانات الحساب بتاعك وطرق الدفع المدعومة في بلدك مهمة جدا انك تاخد بالك من حاجة انك لما تنوع في الاجهزة المستخدمة لعمل الاختبارات ده هيزود معك عدد الاختبارات المتاح على حسب الاجهزة اللي انت بتستخدمها يعني لو بتستخدم تليفون عادي او بتستخدم تابلت او بتستخدم مثلا لابتوب او بي سي كل الاجهزة دي هتفرق وكمان انظمة التشغيل هتفرق ومن خلال الايميل اللي انت سجلت به على الموقع هتلاقي الاشعارات بتوصلك بمجرد ما بتوفر اختبارات مناسبة لك وده هيكون مصدر الدخل الاول لك على الموقع في حد يفتكر ان الموضوع صعب او مليان تفاصيل لكن في الحقيقة هي خطوات ثابتة بمجرد ما تعرفها هتقدر انك تشتغل على طول زي الحساب اللي قدامك كده بمجرد ما بتقدم مراجع عن التطبيق او الموقع المطلوب هتلاقي ارباحها كسلت على الموقع واتاخد فلوسك زي ما قلنا من الموقع عن طريق بنك بيبال او على حسب الطريقة المدومة في بلدك لان الموقع بيدفع شهريا بيدفع مرة واحدة في الشهر اللي هي هتبقى يوم 11 في الشهر هتاخد حساب الشهر اللي قبله وانا طبعا عن نفسي بفضل السحب عن طريق بنك بيبال او على حسب الانسب لي كل مدومة في بلدك وبما اني قلت من شوية ان ده مصدر الدخل الاول معنا كده ان في طريقة تانية تقدر تحقق بيها دخل من الموقع وهي ارسال الاحالات لما تبعت احالات للموقع هتاخد نسبة كبيرة من شغلهم على الموقع اللي هتوصل ل 15% مشاركة ارباح على الموقع وطالما الاحالات اللي جبتاها على الموقع موجودة وبتشتغل انت كمان هتفضل تحقق ارباح من الموقع بدون ما تعمل اي حاجة وطبعا لما تاخد لينك الاحالة الخاص بيك مش هتجري على موقع التواصل الاجتماعي وخطه كده مع نفسه المفروض الناس اللي بتتبعنا يكونوا عارفين هيعملوا ايه بالزبط هتحتاج فعلا قالب او سكريبت تقدر من خلاله تحط اللينك بتاعك ويكون قابل للضغط لان في ناس في كتير من الوقات بتحط اللينك بدون اي كلام او شرح معاه وبالتالي المواقع بتعتبر اللينك ده سبام وبتحزف اللينك او بتعملك انت كلك على بعضك باند وكل اللي عليك في الخطوة دي انك هتفتح ملف وورد زي اللي قدامك ده وتبدأ انك تاخد اجزاء محددة من المقالات الموجودة على الموقع يعني انت مش هتجيب حاجة من عندك من الصفحة الرئيسية ممكن تاخد الجزء ده وممكن تاخد الجزء ده المهم انك هتجمع اجزاء من مقالات الموقع يعني انت مش تكتب حاجة من عندك وبالتالي هتقدر تعمل سكريبت ثابت وتحط فيه رابط الاحالة بتاعك وهتقدر بكده تشاركه في اي مكان ومش هتقلق خالص من موضوع الاسبام من الصفحة الرئيسية في الموقع هتنزل تحت خالص هتلاقي قدامك تستر اكاديمي وده عبارة عن المنتدى الخاص بالموقع والشرحات بتاعته تقدر من خلال تستر اكاديمي انك تبحث في اي مقالات خاصة بحاجة معينة انت عايز تفهمه عن الموقع يعني مثلا عايز تعرف موعيد الدفع من الموقع هتروح على عايز تعرف ادوات الاختبار بالتحديد هتروح على وهكذا كل قسمة هتلاقي فيه مقالات واسئلة واجابات ليه علاقة بالموضوعات الرئيسية زي ما وضحنا من شوية طريقة سهلة جدا بس محتاج منك تتعب شوية في البداية عشان تذاكر الكورس ده وتعرف الشغل بيتعمل ازاي وتستلم شغل من الموقع وتقدر في المقابل تحقق ارباح ده غير ان طريقة مشاركة لينك الافليات مش محتاجة منك اي مجهود ولا شغل خالص لان انت فعليا بتشارك الرابط الخاص بيك مش اكتر من كده واي حد هيدغط ويسجل على الموقع انت كسبان لان زي ما قولت انت هتاخد نسبة من الارباح بدون ما تعمل اي حاجة من الاساس تقدر على حسب البلد اللي انت شغل منها تختار طريقة سحب الانسب ليك سواء بقى بنك بي بال او سكريل او تحويل البنكي وده هيفرق من بلد للتانية ما نقدرش نحسمها اتمنى تكون الطريقة سهلة وواضحة وانك تحاول فيها وخصوصا انك مش خسران حاجة من التغربة والموضوع كله مش هيكلفك اي حاجة ويمكن الطريقة دي تفرق معاك في الدخل الشهري الموضوع هيحتاج منك انك تتعب قديني بقول للمرة التالتة والربعة والخمسة محتاج انك تتعب مش هتاخد فلوس من الموقع على الفاضي دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاي موسيقى